اكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ان اشتناب مملكة البحرين للاستثمارات الهامة والكبرى يعكس ثقة المستثمر في البيئة الممكنة والحاضنة للاستثمارات في المملكة ويؤكد اهمية موقعها الاستراتيجي ومكانتها بين دول المنطقة جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ميرزا لوفد رفيع من شركة كونترام ايج الامريكية الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات حيث بحث مع الوفد امكانية افتتاح اول مقر ومصنع للشركة لمزاولة عمالها في الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية من مملكة البحرين اشهد الدكتور ميرزا بالخبرة العريقة للشركة في مجالات تكنولوجيا المعلومات في الصحة والتعليم والطاقة والزراعة الى جانب مجالات الذكاء الاصطناعي كما قدم دكتور ميرزا عرضا مرئيا حول الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأبرز المشاريع القائمة والمستقبلية في كلا المجالين وما يمكن ان يحققه افتتاح المقر الاقليمي للشركة في مملكة البحرين من اثر وعوائد ايجابية تعزز الجهود المبذولة في المملكة وتواكب الرؤى التنموية الشاملة التي وضعتها قيادة جلالة الملك المفده ترجمة نانسي قنقر